انطلقت فعاليات الدورة التدريبية التي ينظمها المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا التابع لمدرات التربية والتعليم بسهاج في مجال البحث العلمي وذلك لإعداد كوادر تدريبية بالإدارات التعليمية لإعدادهم ليكونوا مدربين في الإدارات الخاصة بهم صرح بذلك الأستاذ رأفة عثمان مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا مضيفا بأن الدورة التدريبية تستمر لمدة خمسة أيام متتالية يتم تدريبهم فيها على مهارات العرض والتقديم والتفكير الإبداعي ونشر ثقافة البحث العلمي والتفاصيل مع الزميل عبد الفتاح الدقشي ينظم المركز الاستكشاف للعلوم والتكنولوجيا التابع لمدرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج سلسلة من الدورات التدريبية لطلاب والمعلمين والموجهين بمختلف الإدارات التعليمية في مجالات الحاسب الآلي والتنمية البشرية واللغة الإنجليزية واللغة الإشارة وغيرها من الأنشطة المتنوعة صرح بذلك الأساز رافت عثمان مدير المركز الاستكشافي وأضاف أنه تقام حاليا فعليات الدورة التدريبية لإعداد كوادر تدريبية في مجال البحث العلمي تي أو تي والتي يحاضر فيها الدكتور وليد جلال مسؤول البحث العلمي بالمركز الاستكشافي الدورة التدريبية تهدف إلى أعداد كوادر تدريبية في مجال البحث العلمي بالإدارات التعليمية المختلفة لإعدادهم ليكون مدربين في الإدارات التعليمية الخاصة بهم تستمر فعاليات الدورة التدريبية خمسة أيام متتالية يتم تدريبهم على أهداف البحث العلمي ومهارات العرض والتقديم والتفكير الإبداعي ونشر صقافة البحث العلمي أحمد ربنا سبحانه وتعالى أن السنة عام مميز للأنشطة الطيفية داخل المركز الاستكشافي حيث أقيمت العديد من الفعليات والتدريبات وورش العمل منها على سبيل المثال أقمنا اتنين برنامج تدريبي لدورة إعداد مدرب ناجح تي أو تي أقيمت عديد من الدورات للتنمية البشرية واللغة الإنجليزية الزكاة الاصطناعي الحاسب الآلي نواد العلوم المتاحف ولسا النهاردة أنا عندي أقيمة ثلاث فعليات الفعالية الأولى اليوم الرابع لتدريب تي أو تي اليوم الثاني لتدريب التنمية البشرية الدورة دي هدفها إعداد مدربين في جميع الأدرات التعليمية نحن ننمي مهارات المدرب عند المعلمين وأولاء الأمور وطلاب الجامعات أساسي يساعدوننا بعد كده في نشر فكر النواد الاستكشافية ونستعين بهم وننمي مهارتهم طبعا الدورة بتشمل الاتصال والتواصل وأساسيات التدريب ومهارات العرض والتقديم ولغة الجسد وزاية عمل مع أنماط الشخصية المختلفة كمان في الدورة عندنا بنعمل زي اختبار في آخر يوم عشان نعرف المدى المهارات اللي اكتسبها المدربين وإن شاء الله في الفترة الجاية حنعمل تدريبات مكسفة لطلاب الجامعة وأولاء الأمور احنا دي تاني دورة تدريبية لنا في مهارات المدرب المحترف دربنا الدورة الأولى بعدد 35 متدرب والدورة دي 37 ويشمل لجميع الأدرات أنا باخد تدريب سقل مهارات المدرب المحترف training of trainers وده بيقدمه المركز الاستكشافي في سوهاج والفئة المستهدفة طبعا واضح أننا تعليم أزهري فهو بيستهدف المجتمع كامل سواء أولياء أمور طلاب أبواب المركز مفتوحة طوال العام للعديد من الدورات التدريبية انتمعك عن الدورة التدريبية دورة متميزة بالتنظيم والإدارة وبنشكر السيد رقفة طبعا مدير المركز لأنه بيسهل لنا كل حاجة هنا المدربين أكفاء وعلى مستوى عالي من الخبرة والتدريب وفعلا أفادونا جدا وإن شاء الله هيتخرج من هنا مجموعة مدربين ناجحين بإذن الله أنا بتردد كتير عن المركز الاستكشافي هنا عشان يستفاد من الدورات التدريبية اللي بيقدمها باستمرار بيستهدف فئة المعلمين وفجأت ان هو بيستقدم فئة أولياء الأمور ده حاجة كويسة جدا وإضافة يعني جيدة لأولياء الأمور في البيت لدينا هنا معنا ستات بيوت معنا في التدريب يعني الجلسة التدريبية فيها أنواع مختلفة من المعلمين من الموجهين حتى أولياء الأمور ومعنا طلبة هنا طلبة أولى جامعة وتانية جامعة في الجلسة التدريبية فحب أشكر مدير المركز الأستاذ رقفة محمد أن هو أفر لنا كل التسهيلات للحصول على التدريب وكمان التدريبات دي مجانية نفس المحتوى التدريبي ده بيتاخد برا بفلوس يعني قد يكون الطالب أولياء الأمر غير قادر أن هو يدفع عشان يحصل على التدريبات دي تدريبات حاسب آلي وتدريبات تانية بشرية وأنا في دورة إعداد المدرب المحترف تي أو تي وستفدت كثير من دكتور وليد محمد جلال صراحة من أبرز المدربين المتميزين اللي يسقي المهارات المدرب بشكل كبير من داخل المركز الاستكشاف للعلوم والتكنولوجيا التابع لمدرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج كنت معكم عبد الفتاح الدقيشي لقناة طيبة